في وقت يتواصل الشد والجذب بين طهران وواشنطن حول من يخضو الخطوة الأولى في سبيل العودة إلى الاتفاق النووي يستمر السجال حول برنامج إيران النووي وتستمر الاتهامات بانتهاكات الالتزامات والمزايدات بين الطرفين والتصعي فخلال الساعات الأخيرة دخل وقف البروتوكول الإضافي الذي كان يتيح للوكالة الدولية للطاقة الدرية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 تنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع إيرانية حيز التنفيذ وسط مزايدات إيرانية وتمسك أمريكي بالخطوط الحمراء قابل هذا الإجراء الإيراني تأكيدات لمسؤولين أمريكيين خلال هذه الساعات بحسب وكالة رويترز بأنه لن يكون هناك تخفيف للعقوبات على طهران حتى تجلس على طاولة الحوار والمفاوضات تزامنت هذه التأكيدات الأمريكية مع تلويح المرشد الإيراني علي خامنئي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60% لكن المسؤولين الأمريكيين قللوا من أهمية تصريحات المرشد خامنئي بالرغم من وصفهم إياها بالمقلقة لافتين إلى أن إيران لم تنفذ ذلك بعد وأن واشنطن تنتظر ما إذا كانت طهران ستعود للمحادثات مراقبون رأوا أن واشنطن وطهران ستتخذان خلال المرحلة المقبلة التي تسبق العودة للمفاوضات مواقف تصعيدية ولهجة مشددة كما سيحاول كل طرف منهما إظهار نفوذه وقوته إيران بتحركاتها النووية والولايات المتحدة بالعقوبات التي تفرضها أخرون رأوا أن الخطوات التصعيدية هي مجرد مزايدات من قبل الطرفين الذين سيعودان حتما إلى طاولة المفاوضات وسيتفقان على الكثير من الملفات على حساب قضايا الشعوب في المنطقة التي تتوغل فيها الميليشيات الإيرانية ومنها العراق وهذا ما أقر به الدبلوماسي الإيراني السابق أمير الموسوي الذي قال إن العودة للاتفاق النووي عام 2015 سينعكس إيجابيا على استقرار العراق في إشارة ضمنية إلى أن التصعيد في العراق هو أحد أدوات طهران لتحقيق المكاسب خلال المفاوضة